السلام عليكم كيف انتم ولبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شيوات مع ايمان صليوا علينا بكيف ملعدة عندنا بدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غدي نتقسم معكم اليوم غدي تكون هاد الفطيرة اللي كتشاهدوا معايا فطيرة بدون عجن بدون دلك حقا فطيرة العشر دقائق قرمشة خيالية لدى اللي ما تشبعيش منه انا اكيد ان شاء الله هاد الاقتراح ذا اليوم غدينا لاعجب ديركم الاستحسان ديركم اذا اعجبكم الفيديو اليوم ما تنسوني شي اخواتي كيف ملعدة بلا لايكة ديركم وتتعليق الجميلة منزلتش نطول عليكم اكثر مندوز نشوفوا المقادر وطريقة صح ديرو كيف ملعدة فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله فاول حاجة غدي نضفت حذير دياله هي الحشوة اخديت المقلة ديالي فوق نار متوسطة عمد فيها كمية من زيت المائدة تقدروا طبعا تستبلوا بزيت الزيتون كيبقى لكم الاختيار عندي بصلة كبيرة اللي قطعتها رقيقة او شلطة غدي نضف لها الملح ونخلي البصلة ديالي تتقلى شوية حتى تبدأت حمر غير شوية وصافي فبالنسبة للحشوة اخواتي هو اقتراح تقدروا تعملوا نفس الحشوة هيك تجيل ديدة بزاف او تقدروا تستعملوا اي حشوة انتم مبغيتوا يعني ماشي شرط تعملوا نفس الحشوة اللي استعملت انا صافي هنا بعد ما تقلت لي البصلة شوية وبدت كتتحمر غدي نضيف كيميا ديال الكفتة استعملوا الكيميا اللي تبغيوا اي اللحم المفروم اللي تقدروا تستبلوا كيفما اذكرت معكم اما بالكفتة ديال الدجاج او كفتة ديال لادن او بالطون اي تونة فكيبقى لكم الاختيار غدي نفسخ ديالك الكفتة مزيان قليها مع ديالبصلة سافي وغدي مدنزي الدباء التوابل استعملت واحد رأس ملعقة صغيرة من الفلفل اسود اي لبزار ورأس ملعقة صغيرة من الزنجبيل اي سكينج بير ما كتر تشي بزاف من التوابل بغي تغي شوية وصافي من كل حاجة بنسبة التوابل استعملوا التوابل اللي تبغيونتوما رأس ملعقة صغيرة او رشخ ففاء من الكامون وغادي نضيف الخرقم او الكركم باش يعطيني واحد اللون الحشوة ديالي وكذلك حتى الماداق عندي هنا يا خليط ما بين المعد نصو القصفور سافي غادي نحرك الكل ونخلي الحشوة ديالي على نار متوسطة كيف ما نعرفوه كيف تبسرعة قطي وما كتبغي شو وقس طويل في الطياب باش ما كتجيكم شي نشفة يعني شوية يدخل في هاتك التوابل اللي ديفنا لها وصافي كنتفول على النار تقريبا ماشي تخمس دقائق وهنايا غادي نضيف واحد ثلاثة ديال الحبات ديال البيض بنسبا هاد البيض اخواتي الاخوات اللي عندهم حساسية ديال البيض ما كيعجومشي البيض والحشوات ديالهم استغنوا عليه انا صراحة كيعجبني البيض مع الحشوة اللي كتكون فيها الكفتة اي اللحم المفروم كيعجبني الماداق دياله فكننضيفه بغيرت انتم تستغنوا على هاد البيض استغنوا عليه اخدي ثلاثة ديال الحبات ديال البيض كيفما شاهدتوا معايا ضغطهم قبصة ديال الملح وغادي نضيفه من الحشوة نحرك واحد تحريكة خفيفة ونطفي على النار فقط كنحرك على السخان اللي كتكون في البوطة وصافي اخر شي اخواتي غضي نضيفه حتى هو كيبقى اختياري توفرتوا عليه كيعجبكم نضيفه ما توفرتوشي عليهم استغنوا على هاد الجبن ديال اما دير ساندويتشات او لجبن مبشور جبن احمر ايضام او لجبن مدرلة او جبن متلاتات ديال الدهن اللي توفرتوا عليه حتى لما توفرتوشي على اي نوع ديال الجبن ما كيعجبكم انا هاد المره استغنوا عليه انا هاد المره استعملت هاد دير ساندويتشات من اللي يدوب كيرجع كريمي في الحشوة وفي نسل الوقت يعني قاعدت احت او حل مادقة دياله اللي هو امزيون غادي نحرك كيف ما اتكرت معكم غير في السخان اللي كتكون ديال الحشوة وصافيك تكون عن ديال الحشوة ديالي صبحت جاهزة وبالنسبة للعجينة فغادي نعوضوها بهذا الورقة ديال الفيلو اللي تقدروا تستبدلوها بورقة ديال البسطيلة اي ورقة ديال الديول انا توفرت على هذه ديال الفيلو فغادي نستعملها غادي ناخد واحد ثلاثة ديال الورقات كيف ما كتشاهدو معايا ونحتفظ بالباقي دبال جو ساخن اخواتي يعني غير تاخدو الكمية اللي غادي تخدمو بها الكمية المتبقية غطيوها مباشرة لانا اذا خليتوها في المطبخ بسرعة غادي تنشوف معاكم هي من اللي كتتعبوها ب حرارة يعني هيدا ديال كتكو الحرارة فبسرعة كتنشوف صافي هنا عندي المقلة اللي غادي نحضر فيها الفطيرة وكذلك عندي الزبدة بالنسبة للزبدة انا دوبتها وخليتها كتنشف تماما من الحليب اللي كيكون فيها عاد غادي ندهم بها الورقة ديالي لانا اذا دوبتها وخليتو في هذه الحليب دياله غادي رطب لكم غادي جيشي الورقة مقارمشة بزاف تقدروا تستبدلو الزبدة بالزيت حتى هي كتجي مقارمشا غير انا كنفضل الزبدة مع هاد الورقة ديال الفيلو كتعجبني نستعمل الزبدة غير هو دوبوها كيف ما اتكرت مع حتى تنشف تماما من الحليب اللي كيكون فيها تبقى لكم غير الزبدة عاد تستعملوها خليت الزبدة طبعا حتى بردت عاد بيس كندهم بها الورقة ديالي اول ورقة كنعملها على شكل طولي والثانية كنعملها بالعكس دياله باش كتتعمل لي يعني كتدور لهذا المقلة ديالي كتغطي نقدر نغطي يعني المقلة كاملة بالورقة حتى الحشيص دياله كنقصد وفيما كان وضع شي ورقة اخواتي كندهن مزيان بالزبدة هانتو ملاحظوا معايا بما ان الجو ساخن وكيف وملاحظوا لي رأيك الرهيم لاجه شكل طولي اryw إلي вами جور لكي جره من الجو ساخن فبسرعة تشف اه وضع تلثة ديال الورقة حتى تهل خلال الورقة الديال او شكل غفرتها ليسنه 접باد سيك Spotlight وجود ثلث فإن كثير واخول الزبدة ث 반�勺 كل رطych سيكبر س submissionsل تصري فإفراد حى überوض ديال الفالسain والساح التأهلي اس F out M نغطي مشقفده ليسن postal ساصل الزبدة احيات على وجهurQA T早 $S Ups فهو تنمط البسطيلة فنوضع المقلة وطريقة سريعة جدا وسهلة وخلق اخوات المبتدئات لعمرهم وحضروا البسطيلة فطريقة سهلة كتخذ العبار غير بالمقلة التي ستستعملوا من الحجم الذي يريدون مقلة كبيرة فهو تستعملوها أنا عندي القطرة هي تقريبا 28 سنتيم كانت ضم 28 سنتيم في هذه المقلة صافي غير هي اخواتي كيف ما اتكرت معكم اذا استعملت وحتنتم الورقة التي فيها اعطيوها الزبدة هي التي تجعلها مقار ومشا وكدف الفم سوف نأخذ دبا بعد مجمع الحشيات الورقة كاملين ودهنتم وخيبني لكم بأنه يتهرس وكيف تفرته بثائف لا تخافوش هي من اللي ستجمع رأسها اخذت ورقة وغطيت بها الفطيرة وكيف ما كان وضع كيف ما اتكرت معكم شي ورقة كندهن كندهن بالزبدة غادي نجيب ورقة اخرى وغادي نلمط الفطيرة كندخل الزوائد من الاسفل من اللي غادي طيبوه ما غايبقوش يبينين تماما هنتم غادي تشاهدوا معايا أنا كنلمط وانا كنعود الشكل انا غادي نوضع ثلاثة دي الورقة ديال فيلو فالورقة ديال فيلو وخطك التروه كيف ما اتكرت معكم ما اتجي شي .هما كانت بتادي ومالعكس حل ما كانت كثيرة قادم قرم شره وقد اتجين هم صافي انا غادي نكتافي غير بها تلاتة غادي ندهنة مزيام الزبدة التي تبقتلي تنرجو فيلو بالنسبة الاخوات اللي بغاوا يدخلوا الفرن تقدرو طبعا طيبوا في الفرن كيبقى لكم الاختيار انا هنا اضعت الفطيرة ديالي فوق نار متوسطة حتى نمهيلة شوية علش باش الورقة اخواتي كتتقرمش لكم حتى من الداخل الى عملتوا النار اللي هي عالية فالورقة بسرعة غادي تتحمر معاكم لان الورقة ديال الفيلو بسرعة كتتتحمر حنا ما بغيناها شي تتحمر من الخارج ومن داخل تبقى يعني عجينة لا بغينا حتى من الداخل تقرمش النار متوسطة حتى نمهيلة شوية مره مره كنقلب الفطيرة ديالي كيفما شاهدتم معايا في شي طبق او لاشي انا هادي عندي واحد القاع ديال واحد المول اللي كي يكون كي يزلوا القاع دياله فبها اقلبت سفيك نقلب ونشوف حتى كتاخد اللون اللي سبغي وانتو معي التحمير اللي سبغي وانتو معي سافي وانبعد ما اتحمروا سوخ ديال اللون اللي كتشاهدوا معي محمر ومدهبوا كتشي مقرمشة طبعا غادي نخليكم مع المقرمشة اللي كتشي فيها وما نقول لكم شي اعلن لدك الجلدي دياله وشي حاجة خفيفة سهلة سريعة انا غدي نوضعها في طبق ديال التقديم وكي يكون هذا والشكل النهائي دياله بالنسبة للقرمشة اخواتي اذا استعملتوا الورقة ديال الفيلو تقدر تبقى معاكم يعني تحضروها مثل الغداء تبقى حتى اللي هي مقرمشة انا صراحة كنت حضرتها للعشاء وبقى تسمى قرمشة انتم ماضي تسمعوا معي القرمشة اللي كتشي فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وداعكم الاستحسان ديالكم وتجربوها فاطيرة لان حقا تستحق انكم تجربوها مغادي تشبعوشي مننا وغادي تصبحوا مدمنين عليها انتم ما شاهدوا معي يعني كل وحد تاخد القطعة دياله بكل سهوله ما كتصفر تسمعكم موالو الفيديو دياله والاقتراح دليما احتل هناك كنت سلاء نضربكم موعد حتى الفيديو اللي مجي إن شاء الله تهلوا لفرسكم بزاف و بسلامة